احنا قبل التسجيل ما بعرف يعني هاي ممكن ما بعرف ادهشتينها تقولين وانا ادرس الكورس هذا انت هسنا مسجلة بهذا الكورس فتقولين تأتيني احداث وانا سألتك هل هي احداث ايجابية يعني وانتي تدرسين محاضرات تحدث عندك احداث ايجابية ايه واستاذ عجيبة هاي كيف هاي ممكن اتوضحيها ايه ايه انا اصلا يعني كل ما يصير لشي كنت اقول لك استاذة انا البنى حق السوري عظم الفك انهم بنى وهم كانوا يقولون انت محتاجة عملية ايه كنت يعني هذه من ناحية الصحة ايه ايه وفجأة قالوري اصلا لما رح تسألت يعني هم قالوا ترك ويس وكذا انا قلت لك القصة ايه صحي اشياء كثير تتسهل زي مثلا بيت ملك ايه ايه طيب هذا هذا بالمناسبة هو وين صرت الان بخبر الشقة هذي ايوه ايه الشقة خلاص هو كتبها باسم طفلي حقيقة يعني اصبحت الان ايوه استاذ مبروض مبروض يلا ايه يلا يباركي ايه بس عقلي استاذ يعني مدري فهمتني ولا ما فهمتني احسني مو قاعدة اصعب اللي قاعد يصير اعرفت شلون طيب انت اللي هل سيصير لك شنو مثلا ايش اللي يصير لك بس ممكن يعني مثلا صدمة صدمة يعني ما قدر اعبر يعني تجيني كذا ابكي افرح اضحك صدمات ايجابية صدمات ايجابية وانت تدرسين المحاضرات انت تدرسين محاضرة ايه لدرجة استاذ ايه يعني خاص وقفي لا تفتحين هذه المحاضرة انت بتدرسينها شوفي وش المفاجآت الثانية قلبي ما يستحن حقيقة يعني عجيبة ايه 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 تيسير تيسير ومفاجآت لا بس هاي ملك البيت ملك البيت مدهش هذا ايه فقط حتى لا ممكن حتى الطلاب يسمعون الان هل هو انتهى يعني اقصد اقصد يعني تم العقد الان اصبح ملككم ايه تم استاذ ولي اصدمك استاذ انو يصير بسرعة فائقة يعني انا ما استحمل انا ما استحمل كده يعني انا ممتنة وفرحانة واشكر وكده يعني بس اني صرت اخاف يعني ما ادري ما ادري تخافت من ايش قصدك يعني يعني ما استحمل مفاجآت زيادة يعني خلوني استوعب اللي قاعد يصير يعني انت الحين مثلا انت معدم انت معدم فجأة نعطك بيت فجأة نصفرك فجأة فجأة طب خلوني انا استمتع بالاشياء خلوني استوعبني انا صفرت خلوني استوعبني انا حصلت على البيت لا انت ليش براكس خلي لا مهوها جميلة جدا لان الان انا اعتقد انت عندك لا انت مهو اكو يعني خلي نقول هكي انت عندك التلقائية وحتى انت من تحكين يعني انا مثلا اريد اقول لك انت عندك هيك البراءة وعندك التلقائية وطيبة الروح قوية جدا فانت لا انت لا تقولين يعني لا اجعليها ليه هيك يا عزيزي انت امشي مع الكون انت هو احنا مو قلنا هي بس هي هي ما تمثل شيء بس اسمحيلي من فضلك هي ما تمثل شيء كبير للكون اريد اقولكم حاجة هي ميت مليون او عشرة بليون او خمسين بليون او الف جزيرة انت تملكها الف جزيرة هي لا تمثل شيء اصلا هي المجموعة الشمسية كلها هاي المجموعة الشمسية هي جزء من صفر 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 من الذرة المجموعة الشمسية احنا ممكن نعتقد الاهداف بتاعتنا كبيرة شقة بيت عربية لا هاي ايكي هاي جدا اصلا فانت ليه تندهشين يعني اصلا انت عرف قصتي على العكس فقط من فضلك على العكس هذه انت عندك تناغمية جدا عالية محبة الكون وطاقة الكون ورائع جدا هذي فالان بس لو تسمحي لي يا اختي المباركة واحنا فرحانين بهذا نقول استلمي كل خيرات الاكوان كلنا باتجاهها استلمي كل فرص الاكوان استلمي كل فرح الاكوان استلمي كل جمال الاكوان ونعلن انت حرية ابدية كل نفس تنفسيه تستلمين فرص جديدة فرح جديد امان سلام حكمة والكون يحفظك يباركك والكون يبارك ويحفظ عائلتك كل حياتك على الارض تعيشها بسعادة ابدية امين 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 هذه لا هاي من اجمل الامور يا عزيزتي لا تبصي لا تغلقين انت خطأ تقولين ما بس دوعب الامور هذه الماديات مش شيء كبير هاي احنا نعتقد ايه هاي مو شيء بالنسبة للكون احنا هيك مكبريها احنا من لانهم من دهشين هي مو شيء كبير اصلا فانت استلمي لا استلمي 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 اكثر واكثر وعيشي حياتك محبة وفرح والسلام ايه عزيزتي استاذ انا قبل يعني لا انه التقي معاكم في مدرستك يعني قبل انا كنت اتابعكم بصمت حلو ايه انا حتى يعني اول اول ما عرفت قناتك وش اول قفزة جتني اول قفزة وانا لسه لا درست ولا شيء انا بس كنت اي مقطع تنزلة انا اتابع اي مقطع على طول جاءوا عطوني البيت اللي انا سكن فيه وقف اني ما ادفع والريال كان وقف ايه وكانت مفاجأة لي وبعدين جاني وابداغ عشرين الف ايه لاني سويت معاكم الصلاة حقتها ال الوفرة والثراء ايه ايه يعني انا اي شيء اسوي معك يعني يصير وبعدين صارت هي يعني ايه ايه اشياء بسيطة اشياء بسيطة بعدين صارت تكبر 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 يعني انا ادري انه هذا اصلا لا شيء بالنسبة للكون اصلا هذا كله وهم كذا لا لا مش كله وهم لا 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 بس دقيقة شوية الكلمة اتكلم عن الماديات لا مش وهم لا بس دقيقة دقيقة الماديات التي تأتيكي اتباركيها هذه نقول يعني مكافآت هدايا وتعيشين فيها برضى وسرور الوهم اللي احنا نقوله وانتبهه لان الكلمة مهمة الوهم الماتريكس هو الوهم التخويف يا عزيزتي الانسان يشعر انه محدود الانسان يشعر انه فقير هذا الوهم فاحنا من يعني عندما تدرسون حاولوا ايضا ان هيكي ممكن تعرفون الامور هذه انا اقصد من ناحية الوهم انه يعني نشوف انه هذه الاشياء مستحيلة انه هذه الاشياء كبيرة هو كله يعني فبركاته اوهمونا ايه هاي صحيحة جدا ايه فبعدين لما انت يعني تيجي شلت عني الغشاوة فاتطلحت الرؤية فاصبت بالدهشة يا رب ايه طب استاذ انت مستعد تسمع للشيء اللي قاعد تصير قولي ايه قولي أنا معاي حق ويلا ما معاي أنا فتحت الموقع فتحت موقع حق أحجار كريمة هذا الكلام يعني أنا بقوله لك أنا ودي أصيح أنا عشان بطلب في حجرة حق الكريستال أيوة كريستال الشفاف موش الروز وقمت وقيت خلاص أنا بشتريها ونويت بس أنا بتأكد هل هذا المتجر صحيح أو يكون لن في بعض وهمي أنا حطيتها ذنية خاص أنا بشتري وحطيتها في السلة رحت عند أهلي زيارة تيجي أمي أهلي لسه ناقلين بيت ثاني حلو فقامت أمي جابت لي نفس الحجر بس باختلاف بسيط أن العقد سوري اللي أنا كنت اللي بطلبها بالموقع هو من فضة لكن اللي أمي جابت لي نفسها بالضبط نفس الكريستالة ولكن وشه من خيط خيط أسود يعني خيط مو بفضة فقامت قالت لي أنت عندك أحجار هذه اللي قناها موجودة ومعها أحجار ثانية تقول هذي حقسك أنا استرقت يا أستاذ قلت هذي من بحقتكم كل أهلي كلهم موجدين يعني ما في أحد يعني بالأحجار إلا أنت وإن هذه رقيتها في كيسة مربوطة الكيسة من قماش أستاذ وإنه يعني يمكن هذه أنت من أول عندنا ولم نقلنا الأغراض أني أدور في أغراضي وإنه حصلتهم أستاذ ألمسها أنا قائد موعي تنزل لأنه مو شي طبيعي يعني كيف كذا كيف يعني أنا لسه ما طلبتها وتجيبونها لي كيف فقمت أخذتها وقمت يعني يعني أبارك نفسي أبارك هذه الأحجار أقول شكرا أنا ما أدري من اللي جابها يعني كيف وصلت بس أنا قاعدة أشكر يعني الكائن أو الطاقة يعني يعني حتى أمي قامت تصورها لي وأنا ما صدقت لما جيت وأشوفها بعيوني نفسي بالموقع فقمت أنا قلت قمت أقول لهم ترى هذه مو حقتي أنا قلت قلت هذه سيرة مو حقتي أنا ما طلبتها ولا شي بس إني وقلت لأمي القصة قلت هذه أنا بأطلبها وعلمتها الفائدة قلت طب شوفي بمعنك أنت ما طلبتها وانت عندك القدرة تشترين وحدة عايزي هذه أنا آخذها يعني أنا أبغاها دعملها كذا أنه هي أمي ما كانت تعرف عن فوائد الكريستال وكذا قلت خاصة أجل خليني دعملني لقيتها في غرفتي بشكلها هدية لي أنا مش هدية لك أنت قلت طب شون أنت أنا جيت في بارك وانها كانت لقيت إيه بس إني دعمك تقولين هذه هدية لك أجل هاي أصلا بتقولي أنا يعني قلت خلاص خذيها بس يعني أنا الصدمة لأنا انفجعتها أنه نفسه ومن بالبيت كامل ما في أحد عنده اهتمام بالأحجار الكريمة غيري أنا أصلا من قبل لأعرف أنا علوم المثال في زيكس أنا عندي أحجار كريمة وعندي النجمة السيداسية وعندي يعني من أول هذه الأشياء تجذبني وعندي وأنا ما كنت أعرف حتى المندالة والريش وهذه الأشياء هي عندي من أول وألقى انجذاب وأحسني كأني أعرف ذي الأشياء ألمسها وأحسها بس أني ما كنت أعرف أي شيء عنها فقلتها خلاص يعني خذيها يعني يعني دامك أنت لقيتها كذا قلت أكيد قلت أنا أصلا كذا كذا طالبة بس أنه شوف كيف صار الشيء ثاني جتني اتصالات غريبة اتصالات اتصالات أرد من أكثر من شركة يقولون يلا حنا تم ترشيحك وظيفة والراتب أنا يعني بهلف لني أساسا أنا ما قدمت يعني أنا لي الحين تقريبا سنتين أنا وقفت أقديم على وظيف لأنني كنت يعني شفت الشخص المتعلق بالعمل اللي كان يحس ما في وفرة بالعمل وكنت يعني تعرف أنت الناس اللي يعني فكرهم جدا محدود في وهم الماتريكس أنا كنت يعني يوم من الأيام زي كذا وكنت أقول ليش يعني يعني تعبت أنا في الشهادات والخبرات كنت أشتغل بس مقابل شهادة خبرة وبالأخير ما حصلت عمل يعني حتى العمل يعني اللي يكون راتبه ألف وخمسين ريال سعودي ما كنت أحصل بعدين يدقون عليه يقولون براتب سبعة ألف مستوعد أستاذ أنا يعني عندي اكتفاء ذاتي أقول لا أنا ما أبغى ما أبغى هذه الوظيفة يقولون نحن نبغاك يعني أتي جدا مناسبة لهذا وكننا نحتاجك أعتذر منهم أسكر منها أتصل ثاني مسج سمس أنه تم ترشيحك وظائف صارت تيجي وظائف حكومية أستاذ يعني سر الراتب فوق الخمسة عشر ألف يعني أنا أول كنت أتمنى وظيفة بثاث ألاف ريال سعودي الآن فوق الخمسة عشر ألف ريال سعودي وأرفض صار عندي غنى داخلي يعني شو ما أقولك يعني أنا بالواقع ما عندي يعني هذه مثلا أنه راتب شهري ينزلي وكذا وكذا ما عندي لكن أستاذ أنا المعجزات اللي قاعدة تصير بحياتي يعني لما تشوفني تقول هذه عندها مشروع مش وظيفة هذه عندها مشروع يدخلها الدخل يعني أي شيء أنا أحتاجه هو موجود يعني زي ما نقولك شفت يقولك حرية مالية أنه أي شيء أنت تبيه يجي لك وفيه أشياء أول أنت كنت تبيها وتصير لك أنا قاعدة تصير معي فيعني أنا أقول لا 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 ما أبغى وظيفة أنا يعني بالعكس أنا الحين كذا أنا مرتاح أني أركز يعني متصلة بذاتي متصلة بعائلتي الروحية اللي هي أنتم وعائلتي الكونية خاصة أني كفيني هذا الهدوء يعني الداخلي يعني أملأ نفسي وأملأ لي حالي أملأ الطبيعة بالحب وقوة حتى علاقتي جدا مع القطط مع الطيور هذه أنا يوميا لازم أحط لهم أكل وأباركهم أملأهم بالضوء أشوف الأشجار ألمس الشجرة وأتصل فيها وأحس براقتها يعني صار عندي هدوء هدوء داخلي يعني أحس تغيرت تغير تفكيري وشخصيتي أحسني صرت إنسانة أخرى مثلا أنا همي الوظيفة أنا همي لا 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 تغيرت سبحان الله أنا تغيرت من هنا صارت الوظيفة تيجي رغمني أنا لي تقريبا سنتين أنا ما قدمت على وظيف أو شيء فيعني تقريبا أنا كأني أشرق من جواتي أتفاجأ يا الله أنا أول كنت أموت كنت أبكي كل يوم أتحسر على نفسي كيف ما حصلت وظيفة عند محظي يعني مثلا وحدة شهادتها أصلا ما درست مثلا أو شهادتها ابتدائي حصلت عمل تكون بائعة طب أنا اللي معاي شهادات حتى بائعة ما حصلت على ذاك أول يعني أتمنى أني أسافر يا الله أنا ما عندي بيتكي دائما بشعور الخوف بشعور يعني التوتر الحيرة لما أنا يعني خلاص تنقت أفكاري عرفت الحقيقة هديت عرفتني أنا الضو عرفتني أنا الحرية أنا السلام أنا القوة المنظورة القوة الغير منظورة آمين يا رب يعني آمين وصار عندي عائلة روحية تفهمني حنا سوا نفهم يعني موضوعنا واحد هدفنا هدفنا واحد يلا نصلي يعني كوني كذا يلا نصلي تحس بالانتماء تحس بالحب آمين يا رب آمين في ناس معاك يحسون فيك غير كذا يعني أنا متصلة معاكم يعني جدا جدا متصلة يعني حتى مرات أنا مثلا أكون مثلا انشغلت أو مثلا عندي موعد أو كذا ما كنت أعرف أنه الحين في مثلا جلسة أو في اجتماع يعني تكون أنت أعلنت في اليوتيوب لكن أنا أحس أني أنا كنت معاكم مرات أكون نايمة لما أصحى أنا كنت نتكلم معاكم أو أني كنت سامع هذا الكلام أنا سمعته كأني معكم وهو بالواقع أنا روحي متصلة معاكم حتى مثلا لو أنا ما كنت بوقتها معكم بس أنا أريدي متصلة معاكم فيصير من جوعتك هدوء سلام داخلي قوة قوة داخلية إذا أنت عرفت أنك أنت في كل نقطة من نقاط الأكوان أنت الضوء الضوء لا يتعب لا يحسن لا يغضب لا يخاف يعني تستشعر قوتك تستشعر طغطك أنك أنت كل شي حالك سواء كان جماد سواء كان يعني أنتم كلكم ضوء لكن باختلاف الترديدات يعني تحس أنه شان أقول لك يعني يعني يتغير الفكر أول أنت كأنك يعني منفصل الحين لا أنتم واحد أنت متصل مع كل شيء ويعني جداً أنا سعيدة بس أنا أقصد أنه يعني أنه الأشياء هذه اللي قادة تصير وراء بعض وراء بعض يعني أصراحة يعني أقول الصراحة أنا ما تعودت على المفاجآت السريعة اللي وراء بعض كده تصير أنا ما تعودت لا وأنت عندك التناغمية العالية وكما أنت قلت عندما أنت كشفت الغطاء وأنت عندك الطيبة وعندك المحبة للناس فواضح فهذا فعلاً يعني والكون الذي نعيش فيه هو كون المحبة وكون الثراء فأنت قولي قولي وكلنا نقول باتجاه قولي أرحب بكل الهدايا نعم قولي أرحب بكل المكافآت نعم ليه لأن أنت جزء يا عزيزي أنت جزء من كون الثراء أنت جزء من كون المحبة وهذه الأمور بالنسبة للكون جداً بسيطة مرة أخرى يعني وضح وضح جداً حتى لو يعطيك الكون ألف قصر أصلاً هاي لا تمثل شيء إحنا عامل شيء كبير لا أصلاً هاي لا شيء يعني نعم الأكوان هي الأكوان المنظورة التريليونات من الأكوان المنظورة لحظوا انتبهوا تريليونات من الأكوان المنظورة ما تمثل شيء إحنا يعني وضحناها بالرسمات قلنا تريليونات من الأكوان من الأكوان مش المجرات تريليونات من الأكوان عبارة عن نقطة نفس الإله هاي نفس الإله تريليونات من الأكوان فهذه الميزات هي جزء منك لأن روحك هي روح المكافآت وروحك هي روح الثراء يا أختي وإحنا فرحانين فيك كثيرا كثيرا ليه؟ لأن سعادتك هي من سعادة الكون أعرف هذا سعادتك من سعادتنا نحن كلنا لاحظي إحنا روح واحدة اتركي التسميات والأشكال اتركيها إحنا بالحقيقة إحنا الخالق إحنا روح واحدة وهذا الخالق انتبهوا قبل التسجيل التحق معنا طالب جديد قلت له هذا الخالق دائما يريد يبني للخير دائما فتجدين الخالق في المحبة في الضحكة في هاي المكافآت في السلام في الأمان هو هذا الخالق مباركة ممكن جيرانك مباركة المدينة الرضا على نفسك كثير مهم هاي مسامحة النفس جدا مهمة ما بتصورين كم مهم مسألة مسامحة النفس خاصة حتى في جلسات السفر الكوني دائما نقول في جلسات السفر الكوني سامح نفسك سامح نفسك كثير مهمة جدا لأن نفسك هي الخالق فأنت امشي فيها عزيزتي امشي فيها وافرحي فيها وانطلقي الى الحرية اكثر اي نعم الكون يباركك يا عزيزتي الكون يحبك لأن هي روحك روحك كونية ارواحنا ارواح كونية فهي غطية علينا ممكن نعم حقيقة يعني برمجونا غطية علينا لعب بالدي اناي لعب بالبيولوجية لعب بتاريخ الروح نعم تاريخ روحنا ملعب به لكن في حقيقتك انت روح خالقة دائما دائما باركي نفسك هاي مهم يعني باركي بيتك باركي الارض باركي الدولة اللي تعيشين فيها باركي الاكوان باركي النجوم البركات مهمة اي نعم كون العظيم يباركك استاذ شكرا ان شاء الله اي عزيزتي يباركك ويحميك الى الابد اليوم وكل يوم تسلمين كل خيرات الاكوان اليوم وكل يوم والكل ايضا الكل اللي معنا وكل اللي يسمعنا يستلم كل خيرات الاكوان كل اللي يسمعنا استلموا كل خيرات الاكوان وكل محبة الاكوان وكل اللي يسمعنا كل اللي معنا يجب ان تعرف انت ثراء تعريفك انت الثراء انت المحبة انت الحرية انت السعادة انت القوة هذا هو أنت مش أقل من هذا أبدا أنت الأبدية هو دائما نقولها أنت الأبدية أنت الضوء الأبد نفس الشيء الأبدية الضوء الأبد نفس الشيء نفس المفاهيم